السلام عليكم يعطيكم ألف عافية أهلا سهلا فيكم معكم دكتوريا سندس من منصة لدرجي إن شاء الله رح نكون معكم هذا التراصل منصة لدرجي بكل المواد اللي بتحتاجوها من تفريغ شرح ترجمة جداول امتحانات كوزات لايفات كل شي بتحتاجو إحنا رح نكون في معاكم إن شاء الله بكل موادكم غطينا كل المواد ملفات وأسئلة وامتحانات وكل شي من أحسن إن شاء الله رح يكون تمام بالبداية بتمنى لكم بصراحة إنو أنتو تكونوا جدين من أولها مع نفسكم بداية الفصل هي اللي رح تحدد كل الفصل بصراحة بل شو صح ما تخلي حدي لهيك ولا صاحبات ولا طشات ولا أي شي من هلأ ركز كتير من دراستك ما تراكموا ع حالكم أبدا إذا عندكم أي سؤال بأي مادة مش عارفين كيف تدرسوها كيف طبيعتها بعتولي أكيد أو بعتوا على الجروب التفاعلي أو نزلوا على الجروبنا على الفيسبوك إحنا كلنا معكم وكل هدفنا أصلا هاد الشغل إنو نسحل عليكم الدراسة لأنو إحنا تغلبنا عوقتنا فإحنا أكيد نتمنى لكم كل خير نتمنى لكم تشدوا حالكم وإذا بدكم أي مساعدة بأي شي إحنا فريق للدرجة أكيد معاكم تمام هلأ نحن نحكي هلأ عن محاضرة الفيسيولوجي الأولى أنا طبعا فرغت لكم إياها تفريغ كل كلام بالعربي من شرح الدكتور كل إشي الدكتور حكى كتبت لكم إياها بالزبط تمام أوكي المحاضرة جدا سهلة وجدا رميلة مادة الفيسيولوجي بشكل عام من أمتع المواد بالطب رح تاخدوها بسنة أولى وتانية وتالتة فرح تزهغوا في السيولوجي بحياتكم الطب بس هي مادة جدا جدا أساسية في الطب وزي ما حكيت لكم رحضكم تاخدوها طول سنة أولى وتانية وتالتة هلأ الدكتور بشكل عام زي ما أنا كاتبت لكم إنه بلش حكى إنه الخيسيوهية بمادة فهم مش حفظ وحكى إنه السلايدات مش كافية طيب بكل بساطة حكى إنه إذا بدك تكون كافي لازم تدرس السلايدات وكلام الدكتور زي ما أنا كاتبت لكم فإحنا هاي حاطين لكم بالأسود هو السلايدات اللي بالعربي وباللون النهدي هيك هاد هو شو هو كلام الدكتور فإحنا إن شاء الله بملفاتنا شاملين كل إشي بيلزمكم للمتعان هايو هاد بكون سلايد وهاد بكون شو كلام الدكتور هلا مرات ممكن نجبي لكم مثلا صور من جوجل بتكون مهمة حسنا نتجفها ممكن نضيفها الملف مرات إذا دكتور تطلب إشي معين من الكتاب بنروح على الكتاب بنجيبه بنحطه فإن شاء الله إنه ملفاتنا رح تكون جدا شاملة للعلم والعلام إن شاء الله تمام دكتور حكيهاكم إنه أدرسوا أول بأول حكي إنه الكتاب بحر وأكيد أنتو ما رح تدرسوا منه يعني كل إشي صح ولا لا فإنتو تاخدوا بس اللي بدكم إياه إذا بدكم تدرسوا من الكتاب فقرات صغيرة ممكن تقرؤوا بالكتاب بس أكيد يعني المادة بصراحة غالبا هي بتندرس بصراحة من السلايدات وكلام الدكتور وإحنا الملفات إن شاء الله بنعملكم إياها هي مرتبة وحلوة للعين هيك وكمان بتكون جدا شامل إن شاء الله وحكي إنكم بظلكم حلوة أسئلة واتدربوا وهكذا وإنوا يشتغلوا على مهاراتكم وهكذا بكية تم هلا شو هي الفيسيولوجي زي ما حكيت لكم هي الوضع الطبيعي اللي بيشتغل في الجسم يعني إن شاء الله إنتو بحكيت لكم رح تضلكم تاخدوا فيسيو بسنة أولا وتانية وتالتة هلا بسنة التانية وتالتة رح تصيروا تتفصلوا أكتر بالفيسيولوجي يعني بتصيروا تحكوا خاص نص مثلا عن القلب كيف تشتغل بعدين تحكوا خاص نص عن الرئة كيف تشتغل وهكذا بس إحنا هلا بالجينيرال فيسيولوجي جينيرال يعني إيش عام رح نحكي شغلات عامة أهم شغلات رؤوس أقلام بالوضع الطبيعي بالجسم طبعا إنتو إذا ما بتعرفوا أكيد لازم تعرفوا إنو إحنا جسمنا عبارة عن بحر لو تضلك من اليوم لآخر يوم بعمرك تدرس ممكن ما تلحق بتشوف عظمة خلق ربنا عن جد وتفاصيل تفاصيل قديس سبحان الله عن جد فحتى إن شاء الله بدراستكم للهيستولوجي الموليكولر كل هاي المواد الأناتومي الفيسيولوجي كل هات مع عنوان جد بحكمة ربنا وعظيم خلقه فهذا الاخي كتير أنت رح تلمسه بالفيسيولوجي اللي هو بيبين لكم الحكمة من كل إشي بالجسم السبب ليش هاد هيك شكله كيف بصير نقل الدم كيف بصير التنفس هاي الشغلات أنت هلا عايش قاعد بتحضر المحاضرة مش عارف إنو فيه ألف مليون جهاز جسمك عم بيشتغل وخلايا ومتابوليزم ونقل الدم ومصنع فيه فيه جوة مصانع مش مصنع مصانع بجسمك هاي كلها بنفهمها إن شاء الله بمادة الفيسيولوجي فهي مادة جدا ممتعة وجدا جميلة وبصراحة هي تعتمد أكثر شي على الفهم فعشان هيك أغلب الطلاب بحبوا كتير هاي المادة وإن شاء الله أنا يعني بشكل عام إحنا منصة لدرجة رح نكون معكم فيها تفهموها وتحبوها واعد جدا رح تحبوها وإن شاء الله تبدعو فيها بالامتحان فالفيسيولوجي هو العلم اللي بيشرح لك الفنكشن اللي هي الوظيفة بالجسم وظيفة شو؟ وظيفة الخلايا اللي هما السلس التشو اللي هما الأنسجة الأوريغانز اللي هما الأعضاء بشكل عام بالجسم اللي بيكونوا يشتغلوا بتناغم مع بعض ويتعاونوا حتى الإنسان يضل بصحة جيدة and how they are integrated يعني كيف هم بيكونوا يعني يكملوا بعضهم ليش؟ to maintain body optimal health عشان الإنسان يضلوا بكامل صحته لازم كل أعضاء جسمه يكون فيه بيناتها تناغم وتعاون تمام؟ ليش؟ عشان يكون فيه عندي survival عشان الإنسان يضلوا عايش لازم كل أجهزته تشتغل مع بعض بتناغم يعني الرئة بتضخ الدم لمين لا سوري القلب بتضخ الدم لمين للرئة الرئة بتنقيم بتنزله ع الدم الدم بدخل الجسم وهكذا ففيه تناغم بأداء الوظيفة بين كل أعضاء الجسم تمام؟ هلأ اللي رح نحكي عنه بهاي المحاضرة مصطلح إشي اسمه internal environment هلأ أنت كدكتور محمد أحمد سارة أي حدا عم بحضرني أنت جو جسمك أي إشي جو جسمك شو بدك تحكي عنه؟ اللي هو بيئتي الداخلية صح؟ اللي هو internal environment فأي إشي جوعك هيك جو جسمك شو بدي أسميه أنا هلأ internal environment طيب أنا في عندي برع صفور أو مش برع صفور أي إشي برع يعني تمام برع الجسم هذا شو بسميه external environment فأي إشي جو الجسم internal environment برع الجسم external environment هلأ رح نحكي هلأ خاص نص عن موضوع اللي في اللويد السوائل اللي بتكون جو جسمك تمام؟ هلأ هاي نوعين خلينا نحكي أوكي هلأ ركزوا معي هلأ لو أنا كان في عندي تيشو شو يعني تيشو؟ يعني نسيج صح؟ أخدتوه بالهستولوجي أكيد هلأ في عندي خلايا بتكون بالنسيج صح ولا لا؟ هلأ هاي الخلايا فيها أكيد أخدتوه بمعدة البيولوجي فيها أنوية وسايتوبلازم و مش عارفة شو فإيش طبيعي أكيد رح يكون فيه جواها مي جوا السايتوبلازم أكيد رح يكون فيه جواها مي طيب هلأ طب برع بين الخلايا شو فيه؟ فيه سائل fluid شو اسمه extra cellular fluid تمام؟ أو مرات بنعطيه مصطلح أدق اللي هو الانترستيشيل fluid شو هذا؟ هذا برضو كمان عبارة عن سوائل مي بس هاي بتكون بره الخلايا وبناء على هذا الكلام احنا قسمنا السوائل بالجسم لقسمين فيه عندنا الجوا الخلايا شو يعني؟ جوا الخلايا يعني هاي اسمها extra cellular fluid هاي اسمها intra cellular fluid وإحنا شو بنرمز لها؟ ICF تمام؟ فلما نحكي إحنا ICF يعني intra cellular cellular يعني خلايا intra يعني جوا فهذا إشي جوا الخلايا شو هو fluid؟ فالفلود السوائل اللي جوا الخلية أنا شو بسميها؟ intra cellular fluid طيب السوائل اللي مش جوا الخلية اللي بره الخلية هاي أنا شو بسميها؟ extra cellular fluid يعني سوائل بس مش جوا الخلية سوائل بره الخلية هادولا السوائل اللي بره الخلية بسميهم extra cellular fluid تمام؟ هلا هادولا هادولا هلا تفيه أنا عندي سوائل بالجسم بشكل عام وين رح تكون موجودة إذا مش جوا الخلايا مكانين؟ يا إما بين الخلايا بكل بساطة يا إما بالدم تمام؟ فالإكسرا cellular fluid اللي هو السوائل اللي بره الخلايا بتكون بالعادة شو؟ بتكون يا إما بالبلد بالدم أكيد الدم فيه نسبة مي والإنترستشير fluid شو هو الإنترستشير fluid اللي هو السائل اللي بين الخلايا فنعيد ما بعض إحنا السوائل كيف تقسيمهم بجسمنا؟ أول شي فيه معلومة لا لازم تعرفوه قبل هيك إنه إحنا سبعين بالمية من جسمنا عباره عن مي تخيلوا؟ توزيعت هاي المي إنه شي إنترسسيرلر fluid جوا الخلايا وإكسترسلرル fluid بره الخلايا اللي جوا الخلايا خلص اللي بره الخلايا هذا شو؟ بيكون إكسترسلرلر fluid وهذه يا إما بيكون بالدم يا إما بيكون بين الخلايا وبسميه إنترستشير fluid تمام؟ سوف نبدأ عن البيئة الداخلية وخاص نص سوف نحكي عن موضوع الاكسترا سليلر فلويد ومفروض انكم فهمتوا ماذا يعني الاكسترا سليلر فلويد اللي هو السائل اللي بين الخلايا تمام وبرضه كمان بيكون موجود وين بالدم تمام اللي بين الخلايا خاص نص شو اسمه انترستيشيال فلويد تمام حلو فزي ما الدكتور هون كان يسالف ويحكي لنا انه قال الله تعالى واجعلنا من الماء كل شيء حي تمام فعشان هيك سبحان الله يعني الماء هي من غيرها كلها بنموت حرفيا يعني هي مش اشي اكسترا بحياتنا لا هي كتير مهمة ومن غيرها بصير في عنا جفاف وعادي بنموت عن جد تمام فمن الامراض اللي بتسبب الجفاف للانسان وبتسبب له الوفاة هي الكوليرا فالكوليرا بتموت الانسان من خلال انها هي اساسا شو بتعمله جفاف مش بس هيك برضو كمان الاطفال الاطفال لما يصير عندهم اسهال ممكن عفكرة يعملوا لهم دخول بالمستشفى مش مزح الاسهال عند الاطفال ليش لانه اسهال يعني فقد سوائل صح ولا لا بزيد عندهم البول بضل مروح الحمام فبزيد فقد السوائل فعشان هيك شو بصير في عندهم جفاف وممكن يموتوا فالسوائل مهمة وتوزيعتها هاي لازم برضو كمان تكون زي هيك يعني تمام لازم يكون في كمية سوائل منيحة وتكون برضو كمان هي يعني كميتها منيحة اوكي اه تمام فالسوائل حول الخلية هي التي تضمن لها حياتها هيك الدكتور حكا ليش لانه بكل بساطة هاي السائل مش مي هيك بدون فائدة لا في عندي هون بروتينات وفي عندي مغذيات وفي عندي اكسوجين وفي عندي كتير شغلات بتكون الخلية عم تاخدها من السوائل اللي حواليها فهاي السوائل اللي حواليها جدا مهمة لها مش بس هيك برضو كمان هاي السوائل اللي حوالين الخلايا لازم تضل تتجدد كل فترة تمام كيف بتتجدد هاي السوائل كل فترة خليني اوضح لكم المعلومة على السريع هلا احنا اكيد في عنا اوعية دموية بجسمنا شو هدف الوعاء الدموية بالجسم انه هو بيحمل الدم طيب الدم شو انا بدي فيه الدم بكل بساطة ان شاء الله رح تاخدوها كمان كثير لو الدم رح تتفصلوا فيه وتزهوا الدم انتو بس بشكل عام الدم وضيفته انه هو يحمل المغذيات للخلايا يحمل الاكسوجين ومرات ياخد منهم الفضلات يخلصهم منها فهو محترم يعني الدم اوكي طيب فالمهم هلا لنفترض هذا الانترستيشي الفلود اللي هو السائل اللي بين الخلايا والله تعبه سي او تو غاز ثاني كسيد الكربون وتعبه فضلات طيب كيف بده يتخلص منهم وكيف بده ياخد على اكسوجين ومغذيات اجداد بدل اللي راحوا واطاهم الخلايا بكل بساطة عبر التبادل اللي رح يصير مع الدم فبصير الانترستيشي الفلود يعطي الفضلات وسي او تو للدم وياخد من الدم المغذيات والاكسوجين تمام وزي هيك بصير وكل فترة بصير بده يتجدد بصير زي هيك من الدم بصير ينزل الفضلات تاعته وياخد اكسوجين ومغذيات لما هو ياخدها شو بنستفيد شو بنستفيد البشرية اكيد راح نستفيد انه هيك هذا السائل اللي بين الخلايا صار مليء بالمغذيات والاكسوجين فبصير يعطيهم للخلايا اللي هو محيط فيهم تمام فبس اوكي تمام فهي نفس الحك اللي احنا حكيناه تعالوا نقرعه هلا هذا اسم تاني لا الاكسترا سيليلر فلويد حطه عالم فرنسي اسمه كلودي بيرنارد اوكي هلا هذا شو حكي حكي انه الانتيرنال انفيرومنت زي ما حكيت لكم انا قبل شوي شو هي الانتيرنال انفيرومنت هي عبارة عن الاكسترا سيليلر فلويد اللي احنا بنقسمه للسوائل اللي برا الخلايا يا اما بالبلد البلد معناها دم او يا اما وين بتكون موجودة بتكون موجودة الانتيرنال انفيرومنت هو السوائل الخلايا بتعيش جواها يعني هي السوائل مش جوا الخلية الخلية هي الجوا السوائل فهمتو كيف يعني الاكسترا سيليلر فلويد هو السائل اللي برا الخلية اللي بيكون بين الخلايا تمام اوكي اللي هو خاص نص هو نحنا كمان بسميه انترستيشيا فلويد اوكي حلو فبحكو لنا انه هذا الاكسترا سيليلر فلويد اللي هو السائل برا الخلايا هيك هو اسمه اكسترا سيليلر اكسترا برا سيليلر خلية فهو برا الخلية وين برا الخلية بده يكون يا اما بالدم يا اما بالانتيرستيشيا الفلويد زي ما اوضحت لكم قبل شوي بالصورة وهذا بمثلي شو ثلث السوائل في الجسم اوكي فسبعين بالمية من حجم الانسان مي وهاي المي ثلثة بكون اكسترا سيليلر فلويد والثلثين الاخرين بكونوا انترا سيليلر فلويد تمام فلو نيجي هون عهاي الرسمة الانترا سيليلر فلويد خليني ارسميكم اياها هيك شان ضل موجودة الانترا سيليلر فلويد هذا بمثلي شو بمثلي يعني ثلثين تمام المي بالجسم اما الاكسترا سيليلر فلويد هو الثلث الاخر اوكي فهلوة هي المعلومات تعرفوها ثواني مشاهشو عادة اوكي تمام اوكي شو برضو كمان بيحكو لنا اوهي زي ما انا وضحت لكم قبل شوي انه اكيد رح يصير في عندي انا تبادل لمواد مواد بين مين ومين بين الاكسترسلوريال فلويد اللي هو خاص نص الانترستيشيال فلويد والدم انه الانترستيشيال فلويد بصير يعطي الفضلات تاعته والسيء وتاعته للدم وبصير ياخد من الدم المغذيات والاكسوجين وهكذا تمام فهاي انا شو بسميها انه انا في يندي كونستانت موشن موشن معناها حركة كونستانت يعني ثابتة كيف حركة ثابتة بكل بساطة انه هو ما بتحرك يعني الاكسترسلوريال فلويد او الانترستيشيال فلويد خاص نص بس هو بكون يتبادل مع الدم اللي قريب منه يعني المواد اوكي تمام فبحقولنا انه هادا الاكسترسلوريال فلويد خاص نص احنا هون عم نحكي عن الانترستيشيال فلويد بكون في عنده هاي الكونستانت موشن يعني بكون في عنده تبادل للمواد مع الدم بحقولنا هي تفسيرها هون انه اتز رابدلي تبادل عناصر تبادل يعني معناها مع الدم تمام فبصير في عندي ماشي بصير في عندي خلط بين البلد اللي هو الدم والتيشو فلويد اللي هو الانترستيشيال فلويد بصير في عندي شو دفيوجين دفيوجين يعني تبادل برضو كمان من خلال الكابيلري اللي هي شعيرات الدموية الدموية فبكل بساطة هان بتيجي الشعيرات الدموية جنب الانترستيشيال فلويد وبصير في عندي دفيوجين انتقال للعناصر من بيناتهم الدم بيعطي للانترستيشيال فلويد مغذيات نيوتريانت اكسوجين شغلات منيحة وبياخد منه الفضلات بياخد منه سي اوتو وهكذا فهيكا هاي انا بسميها انه هو في عنده يعني بكون زي اللي هو يعني مش عم بيتحرك عقد ما هو بصير في تبادل يعني للعناصر هي العناصر هي بتكون تتحرك بين الدم والانترستيشيال فلويد تمام اوكي فبيحقول لنا طبعا انه هذا الاكسرا سيلولر فلويد لازم دايما احنا نظل محافظين عليه ضل مينتيند ضل انا دايما محافظة عليه هاي السوائل لازم دايما تظل موجودة هاي النسب لازم تظل موجودة يعني لازم دايما مثلا 70% من الجسم يكون ماي ولازم تلتينه يكون انترا سيلولر وتلت يكون اكسترا سيلولر براخلايا وهكذا تمام فهاي الشغلات دايما لازم احنا نحافظ عليها نحاول انها هي تكون شو ثابتة اوكي حلو هون هاي الصورة جميلة بصراحة احسيت اغلبكم ما فهمها بس خليني انا اشرح لكم اياها بكل بساطة هلا يا عزائي احنا اول اشي وين بتبلش عنا الحكاية من الديجيستف سيستم شو يعني الديجيستف سيستم يعني الجهاز الهضمي انت لما تاكل من هون بتبلش الحكاية تمام والله اكلت انت ماشي في مغذيات دخلت على الدم صح؟ فهاد هون في عنا السيركولاتري سيستم اللي هو الجهاز الدوران اللي هو القلب والاوعية دموية فانت لما تاكل اكل او خليني انا ارسم لكم عليها هاي ثواني اوكي انت لما يكون في انت هون جاي في عندك شو اكل اوكي الاكل هذا بدخل وين على الدم ماشي؟ طبعا اكيد ما بدخل زي ما هو لا احنا بنهضمه وبنكسره وبنحلله وقصة طويلة بس الفكر انه المغذيات الفيتامينات البروتينات كلها هاي شو بتنزل ع الدم هلا من الدم رح يصير برضو كمان يدخل ع الدم اشي تاني من وين؟ لما انت هون نيجع على سبايراتري السيستم اللي هو الجهاز تنفسي وتتنفس انت مجرد ما تنفست فانت برضو كمان دخلت على الجسم او او تو اللي هو شو اللي هو الاكسوجين فبرضو كمان او تو بصير يدخل ع الدم فانا لو في هون عندي سيركولاتري السيستم دخل عليه شغلتين من الاكل اجا في عندي المغذيات زي البروتينات والنيوتريانت والجروكوز والكاربوهيدرات والهايز اسس كولياتها والفات او من الرئة انا بدخل على الدم او تو كمان تمام فانا بالدم في عندي مغذيات وفي عندي او تو طيب دخلوا بعدين شو بدي يصير فيهم يعني الخلاصة انو انا هلا شو صار في عندي خليني امحي اوكي انا هيك الخلاصة انو انا صار في عندي دم وهاد الدم شو شوفي فيه مغذيات زائد اكسوجين فهيك انا في عندي مغذيات اكسوجين جوه هاد الدم طيب بعدين هاد الدم اللي محمل بالمغذيات والاكسوجين زي ما حكينا قبل شوي بصير يمشي بين الخلايا لما يمشي بين الخلايا او يمشي يعني بين تشو بشكل عام بالجسم يتوزع الدم بكل الجسم بصير يروح يعمل تبادل مع الانترستيشي الفلود اللي مرات لما يصير عليه وقت بصير مليء بالفضلات والسي او تو اللي هو غاز ثاني يكسير الكربون فزي اللي كأنه بصير هيك شو تبادل بيناتهم الدم بكون شو في عنده مغذيات واو تو والانترستيشي الفلود بكون في عنده فضلات وسي او تو فبصير في بناتهم تبادل هذا بعطي هاد الفضلات وسي او تو والدم بيعطي المغذيات والاو تو فهيك بصير في عندي انا شو تجديد دائم لا الاكسترا سليلر افلود تمام اوكي هلا اخر اشي بنوصل لمرحلة انه بالاخير الدم لما يصير مثلا محمل بالفضلات ومحمل ب زي ما تحكوا المواد السيئة شو بصير فيه بكل بساطة بحمل حاله وبنط على الجهاز اللي احنا بسميه اليوريناري سيستم اللي هو الجهاز البولي تمام هلا البول بشكل عام معناه يورين يوريناري سيستم معناه الجهاز البولي تمام فالدم بصير له تصفاية هيك احنا بنسميها بالكلية اللي هي الكدني احنا بنسميها برضو كمان فلما الدم يروح الكلية بنعمله تصفاية بنكب بالكلية وبنكب البول باليورين كل الفضلات لثائت الخلايا كل السي او تو كل وين بنكب باليورين عن طريق اليوريناري سيستم اللي هو الجهاز البولي اللي هو بتمثل بالعادة بالكدني اللي هي الكلية تمام فهيك تطلع كيف سبحان الله التناغم والتناسق جوه الجسم والمهم بصراحة باهم فكرة بهادة الصورة هي بس تفهموا انه انا صار في عندي تبادل بين الانترستيشي الفلود والدم كل واحد قط التاني ايشي مفروض ان هذا الانترستيشي الفلود بالوضع الطبيعي انه ما يكون فيه فضلاته CO2 اكيد لا مفروض انه هو يكون فيه دايما اللي هم المغذيات الايونات اللي بتحتاجها الخلايا عشان تضل عايشة وبرضو كمان لما هي تضل هناك فترة معينة اكيد رح يصير فيه تراكم هناك الCO2 والوستي بشكل عام فضلات الخلايا فبنصير هاي هي انكبها بالدم وانه اخد بدالها مغذيات تانية واكسجين تاني اوكي تمام هلا نكمل برضو كمان موضوع الانترين الانفايرومنت هلا فيه شغلة لازم نعرفها دائما 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 انه انا مثلا نسبة الاكسجين بجسمي اي اذا نخفضت شو بصراحة الواحد وانتو ساتكم سنة اولة رح تكولي بين خناح هلا السنة تانية وثالتة فيه مصطلحات طبية انه رح يصير فيه عنده اشي اسمه هايبوكسيا او اسكيميا او شغلات يعني معينة المهم انه الانسان اذا قل الاكسجين بجسمه بيموت بس هذا اللي بدياكم تعرفوا تمام اي اوكي اذا زاد الاكسجين بجسمه شو بصير فيه برضو بيموت عن جد او والله طيب الجلوكوز مصدر الطاقة الاتب يعني هذا احسن اشي بالدنيا الجلوكوز تمام ورح تزهقوه ترى انتو هلا بمادة المليكولر رح تزهقوه على الصيفي ورح تزهقوه عن جد الجلوكوز بالطب اعلم هلا اذا زاد واذا قل اذا قل لي الجلوكوز معناها قلت الطاقة بالجسم ممكن الواحد يكسر عنده مشاكل بجسمه لانه ما فيه جلوكوز طيب اذا زاد بيعمل لي مرض السكري اللي هو الديام اللي هو الديابيتس مالليتس مرض السكري مرض السكري بتعرفوا قديش بعمل وبيهلك الواحد ولا ما بتعرفوا فالفكرة هون يعزائي انه زايد اخو النائس باختصار بالجسم فاش اشي منيح اذا زاد او نائس لازم يضله بالوضع الطبيعي وكتر خيره لا بدنا اشي يزيد ولا بدنا اشي يقل لانه الاثنين دمر للجسم اوكي بشكل عام برضو كمان الديفرينت ايونز زي شو زي الكالسيوم الصوديوم البوتاسيوم هدولا والمغنيسيوم هدولا اكتر اربع الناصر رح تتعامل معهم بالجسم هدولا اي اشي فيهم بزيد نحي يعمل بلاوي ويكسر الدنيا واي في اشي فيهم بيقل برضو بعمل بلاوي عنجاد يمكن يكون ايون نتف صغير بوتاسيوم زاد بيدمر القلب حرفيا بحكي طب اقل بيدمر الكلية فهمتو كيف فما فيه ما فيه لعب بالجسم هو بيكون في عندي رنج معين مثلا خلينا نحكي مسموح لو يكون من 20 الى 30 بزيد بالنقاس خلص تمام بيكون الموضوع سيء نفس الشي الاماينو اسد الاماينو اسد هم هدولة الوحدات التركيبية اللي بصنع منها بروتينات سواء زادوا او قلوا الاثنين سيئين ما في اش اسوأ من اشي تمام الفاتي سبستنس اللي هي الدهون بالجسم اذا قلت بصير عند الانسان زي المجاعة اذا زادت ممكن يصير او بيس او يصير في عند جلطات بسبب تراكم الكوليستيرول مثلا وهكذا كله ازاي تاخد ناس عندنا فعشان هيك هدول العناصر كلياتهم وغيرهم اكيد لازم دايما يكونوا كونستانت لازم يكونوا دائما ثابتين بالجسم بس احنا ما بنحكي انهم هم كونستانت هما بيكونوا ريليتيفلي كونستانت والدكتور هاي الكلمة دق عليها صار احكي طب ليش انا ما بحكي انه هو بكون قيمة ثابتة بحكي انه هو تقريبا ثابت ليش بحكي هيك لانه ما بيضبط انا احكي لك انه الجلوكوز بجسمك لازم يكون سبعين بس ممنوع ممنوع من عن بطن احنا بنحكي الجلوكوز مثلا يكون من خمسين لمية مثلا هيك مسموح فانا بعطي رينج وما بعطي قيمة لانه كيت في اختلاف بيننا كبشر يعني مثلا انا ضغطي ممكن ايسو ممكن يطلع مية وعشرين على ثمانين تمام غيري لا والله ممكن يطلع والله اقلب عشر درجات مني بس انا نورمل وهو نورمل تمام مثلا دقات لقلب مسموح انه اللي هو البلس او الهارت ريت مسموح ستين لمية ستين لمية هيك الوضع الطبيعي يعني لو انت سبعين وانا تسعين وغيري الثمانين كل اياتنا بنعتبر طبيعي ليش لانه انا في ميل بينت انت ميل شب يعني يمكن انت يكون غالبا كل ايشي زيادة بيكون عند الشباب تمام فمثلا اي الصغير اكيد نبضات قلبه مش ديل كبير الجلوكوز بالصغير اكيد مش ديل كبير فاحنا بنعمل يعني بنعطي نسبة والله من ستين لمية معك يكون طبيعي طب زاد عن المية لا مش طبيعي قل عن ستين لا مش طبيعي تمام فاحنا ما بنحكي انه في قيمة معينة واحدة ثابتة لا مستحيل هاي بتطب ولا بحياتكم كلها رح تشوفوا ايشي لازم يكون رقم واحد لا كله بتطب رنجل بنعطي تمام اوكي سواء مينو اسد كله كله هذا بكون يعني تقريبا ثابت بنعطي رنجل اوكي اه وين بكون ثابت بهاي الانترنال انفيروم مثلي هو بالانترستيشي الفلود بالاكسترسي الفلود تمام ليش طيب لش بيضله ثابت علشان يكون الخلايا اه اه قادرة فور ليبنج انها تعيش تنمو وانها هي تقوم بوظائف فعشان الخلايا تعيش وتنمو وتقوم بوظائفها لازم انه كل اشي من هاي الشغلات اللي حكينا عنها فا يضل ثابت والشغل يضل ثابت تمام اوكي تم هلا في شغلة برضو كمان مهمة احكيلكم من ياها انه مثلا احنا في عنا شغلة انه هي انا مثلا عندي شو خلية واللي برا احنا شو سميناها اللي هو الانترستيشيال فلود اللي هو جزء من مين من الاكسترسيليلر فلود الاكسترسيليلر فلود السائل اللي برا الخلايا وهاي هي شو هاي هي الخلية تمام حلو طيب هل في قانون بالجسم بيحكيلي انه اذا الصوديوم جوه الخلية اه عشرين معناها برا الخلية لازم 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 مكتوبة بالقرآن انه بيكون برا عشرين هل الجسم هيك لا اكيد لا تمام طيب لنش اقترض والله البوتاسيوم اه برا الخلية خلينا نحي خمسة تركيزه جو الخلية قديش ممكن يطلع حكولي ممكن يطلع مية وخمسين عن جد او ولا عن جد هلا راح تقرؤوها والدكتور حكاها موجودة بالكتاب فما في توازن لازم اكيد يكون بين برا وجوه اكيد عشان هيك الدكتور حكا لكم انه هي مش بيبر يعني غشاء الخلية مش انه لا لازم يملي برا الخلية زي جو الخلية لا طبعا لازم يكون في اختلاف بين برا الخلية وجو الخلية لانه اساسا الوظيفة برا الخلية مش ديو الوظيفة جو الخلية خلية بتعمل اشي بحياتها بتنتج طاقة بتعمل بتسوي ايم تكون تعمل شغلات برا الخلية ما عم بتصير مش بس هيك برضو كمان انتو ان شاء الله راح تاخدوا اقتراع اسمه بالفيسيولوجي اكشن بوتينشال اللي هو توليد انزيل كهرباء احنا بنحفز هاي الخلية عن طريق انه زي بنكهربها كيف احنا بنكهرب الخلايا والله الصوديوم بيكون برا كتير وجوه اليل بروح بندخله والبوتاس بنطلع بنصير هيك نلعب بالايونات فبنولد طاقة مثلا هاد مثال بديش اياكم تفهموها لا بس انا عم بعطيكم امثلة انه انا عشان اقوم بوظائف الجسم الطبيعية طبيعي جدا انه يكون فيه فرق بين تركيز الايونات والمواد بين برا الخلية وجوه الخلية بين جوه الدم وبر الدم بين جوه اللي هي الكبد وبره اللي برا فاكيد مش كل مثلا الصوديوم موزع بكل انحاء الجسم بتساوي لا الجسم فاهم مش حافظ تمام يعني بحط كل اشي بالمكان الانسب له ان يكون هناك اكتر تمام حلو فعشان هيك بيحكو لنا انه ده كونسنتريشن يعني تركيز الايونات والمواد بشكل عام بالاكسرا سليلور فلويد اللي هو الانترا سليلور فلويد يعني الانترا سليلور فلويد اللي هو جوه الخلية تركيز السوائل والايونات والمواد فيه اكيد بفرق عن الاكسرا سليلور فلويد تمام اوكي فبحقولنا انه ممكن يكون لهاي صوديوم وين الاي صوديوم بالعادة بيكون بر الخلية طب الكلور حسب بيرده كمان ما بنعرف فمرة ممكن يكون زياد بره زياد جوه بس هو بالعادة بالعادة الاكسترا سليلور فلويد بكون فيه كتير صوديوم كلور وبيكاربونات تمام طب جوه الخلية شو اكتر اشي بيكون البوتاسيوم تمام اوكي هلا الكالسيوم حسب فكل مادة لها نسبيني او ممكن تكون اكتر او اقل بس بشكل عام برا الخلايا شو بكون اشي كتير مرتفع زي ما حكيانا الصوديوم والكلور بالبيكاربونيت اوكي فهاي انا كاتبتلكم نفس الشي الكلام اللي الدكتور حكاها انه عندنا الصوديوم برا الخلايا بكون ثلاثة لخمسة جوه الخلايا بكون مية واربعين لمية وخمسين يعني تقريبا ثلاثين ضعف تخيلوا كيف والصوديوم عكسه برا الخلايا بكون مية وخمسة لمية وخمسة واربعين جوه الخلايا بكون من عشرين لثلاثين اوكي وهكذا وكمان البروتينات بتكون برا غير عن جوه وهكذا اوكي تمام حلو هلا بحكولنا انه طيب اللي نفترض والله انا في اندي جوه كوتاسيوم بده يطلع برا او جوه او برا مثلا الصوديوم بده يدخل جوه بزبط في مواصلات عامة يتوصل لهم اه طبعا اكيد في ميكانيزمات وطرق مواصلات رح تزهقوهم ومتاخذ عنهم محاضرات طويلة كيف العناصر بنتقلو بين الخلايا تمام فبيحكولنا بشكل عام انه الانتراسللورفلويد هاز هير كونسنتراشن للصوديوم والماغنيسيوم زي ما حكيت لكم جوه الخلية شو في عناصر كتير عالية اهم واحد هو الصوديوم غيره الماغنيسيوم برضو كمان عالي جدا جوه الخلايا برضو كمان الفوسفيت ايونز هدول كلهم بعادة بكونوا كتير عاليات جوه الخلية طب برا الخلية هدول اوكي طيب حلو هلا بحكولنا انه المكونات تاعت الانتراسللورفلويد الجوه الخلية يتم الحفاظ عليها عن طريق السيل ميمبراين طبعا اكيد هايو هذا السيل ميمبراين اللي انا رسمها هذا هو زي الحيطان بكون مسكري على الخلية بتحافظ على البوتاسيوم والماغنيسيوم اللي جواها وهذا السيل ميمبراين عنده قدرات خارقة لنقل الايوانات والمولكيولز هدول كلياتهم عن طريق كتير طرق من ضمنهم اشي اسمه دفيوجن اشي اسمه سموسس اشي اسمه اكتف ترانسبورت واشي اسمه فيزيكيولر ترانسبورت ما بدي اشرح لكم اياهم ولا حتى الدكتور حكا عنهم بالمرة هدول اللي هم محاضرة خاصة بس الفكرة انهم هم كلهم طرق بدخل وبطلع فيهم الايوانات برا وجوه الخلية ن حàوت المdzieوجد به عن طريق هذا السلبيمبراين اوكي Extra اذا كنت احافظ انا وهنا différents البوتاسيوم سوديوم سوف يلهم علي صلى الخ serviceه في الخلية الاستمرار ايضا لازم دائما اضل محافظة عليك يطلب اضطيب دائما دائما جوا الخلية تحت ايضا لعبا لاكلامة ثابتة انه والله الصوديوم جوه الخلايا كتير سوري البوتاسيوم جوه الخلايا كتير والصوديوم برر الخلايا كتير ماشي هاي الشغلات ثابتة وانا عشان احافظ عليها في مصطلح يعني بيكون معناه اني انا احافظ على هذا الوضع شو اسمه او شو هو هاد المصطلح بكل بساطة هو مصطلح شو يعني انا كتبه لكم ايا تحت مصطلح معناه انه مطلوب الحفاظ على بالزبط متل ما هي بفرق التفاصيل وها بفرق التراكز والتفاصيل هاي كلها كل التفاصيل اللي حكينا عنها فوق الفرق وبنا بس فبيكتيرو انه دايما بتنا الصوديوم برر بره والبوتاسيوم بنجا جو الخلايا اني احافظ عليها هذا الاشي الطبيعي هو التدستاشات و هو اكتير بيفرق عن موضوع ما يعني الكويلبريم؟ يعني توازن يعني جو الخلية 30 برا الخلية بوتاسيوم كمان 30 جو الخلية 5 معناها برا الخلية سوديوم لازم برضو كمان يكون 5 وهذا الشيء مش موجود بجسمنا ولا موجود بالطب اكيد اللي هو الكويلبريم اللي هو التوازن موجود ببعض الحالات لأسه لا موجود بين الانترا والاكترا سيلولار فلويد فانحنا بين الانترا سليلر فلود والاكسرا سليلر فلود في عنا مصطلح الستيدي ستات مش الإكوليبريا مش توازن هو بيكون لأ جوع بفرق عن بره واساسا ما بدنا إياهم يتساوي وهي هي الستيدي ستات نشاء الله تكون فهمتوها علي هلا أي خلال بهاي الشغلات ممكن تؤدي لإنه الخلية يصير فيها إصابة أو إنها الخلية تموت أو الإنسان كله عباد ممكن حتى يموت بالأخير تمام فديسيز يعني أمراض أو ديث اللي هو الموت ممكن يكون نتيجة للديسفونكشن إذا اختلت هاي الشغلات كليتها ممكن الإنسان بالأخير إنه هو يمرض يصير عنده أمراض معينة أو يموت تمام؟ اوكي هلا بننتعرف على شغله هلا إحنا بنعرف إنه إحنا في عنا مادة اسمها شو الفيسيولوجي اللي إحنا اليوم بلشنا فيها وفي عنا برضه كمان مادة الباثولوجي مادتي الحبيبة جدا اللي أنا كتير بحبها هاي رح تاخدوها إن شاء الله رح تبدو فيها من سنة تانية تمام؟ هلا باثه هي عكس الفيسيو الفيسيو هو الوضع الطبيعي الفيسيو طيب كل إشي إلا الوضع الطبيعي تمام؟ اللي هي الأمراض فإنتو بعلم الباثولوجي هي علم الأمراض إن شاء الله بحتملشوا بهاي المادة على سنة تانية من أجمل المواد وأنا رح أدرسكم إياها فاتحمزوا من هلا طبعا أنصر لتقريبا سنتين ونص من نصة لدرجة بس بشتغل بعثة أول مرة على فكرة بس لدفعتكم بدرس غير بعثة أشان تعرفوا بس قداش بحبكم في مفاجأة أساسا رح أحكي لكم إيها آخر المحاضرة خلينا بس هلا نركز هلا إحنا كنا نحكي إن الفيسيولوجي هو علم ومادة بتوضح للوضع الطبيعي طيب الأمراض بعناها باثولوجي طيب هلا الطريقة اللي الوضع أو الإنسان فيها بتحول من الوضع الطبيعي للأمراض بسميها شو؟ كلمة من التنتين اللي هي الباثوفيسيولوجي تمام؟ فأنا هون جمعت العلمين مع بعض اللي هو إنه كيف الوضع الطبيعي بتحول لأمراض هاي أنا بطلق عليها مصطلح الباثوفيسيولوجي تمام؟ فأنا لما أحكي لك احكي لي أو بالمستشفيات رح يصيروا لما تصيروا كلينكا إن شاء الله على خير كمان تلت سنين بصيروا الدكات رح يحكو لكم احكي لي الباثوفيسيولوجي لمرض السكري شو بكون أصده؟ يعني حكي لي أنت كيف بتعرف أو شو الطريقة اللي بتحول فيها الإنسان من إنسان طبيعي لإنسان مريض بالسكري هاي هي الباثوفيسيولوجي تمام؟ فبيحكو لنا إنه مصطلح الباثوفيسيولوجي يعني هذا المصطلح بالعادة بيشرح كيف إنه الوضع الطبيعي ماشي؟ يعني بتحول لمرض ماشي؟ فتحول الإنسان من وضع طبيعي لمرض بوصفه بمصطلح الباثوفيسيولوجي تحول الإنسان من طبيعي لإنسان مريض طبعا هلأ قدرة الخلية انها هي تضلها طول عمرها جوا الخلية فيها كتير اوكي ثواني شوي خليني انا عشان نصبط هاي رسمي اوكي انه طول عمرها والله يضل هون مثلا في انا عندي البوتاسيوم عالي والمغنيسيوم عالي والفوسفات عالي وبر الخلية دايما يضل الصوديوم عالي والكلور عالي هلأ اكيد هو الجسم رح يضل طول عمره هيك تمام بس الفكرة انه مرات ممكن شوي هنا يقلوا مثلا البوتاسيوم او مرات شوي برا رح يقل الصوديوم او مرات رح يبطل مثلا الجسم يقدر يحافظ على هذا الاشي الجسم بيصير ضعيف مع العمر تمام فالقدرة على انه احنا نحافظ على كل اشي طبيعي بالجسم بتختلف مع الوقت تمام الانسان المريض عند السكر وضغط وسرطان وعن جد احنا كل اللي بنجوفهم بالمستشفيات هيك بيكون عنده الف اشي بيكون هدال اكيد انهم يحافظوا على الايونات وهي التفاصيل الصغيرة بجسمهم ما بيكون زيك انت ما شاء الله عليك الله يضي من الصحة طبعا الكل اللي هلثي وقاعد والحمد لله ان شاء الله كلكم ما عندكم امراض وصحتكم نيحة وعمركم في بعز الشباب اكيد ما بيكون هاد زي هاد تمام فعشان هيك بيحكو لنا انه اللي هي الفعالية تاعت لهذا المصطلح على فكرة انا من اول المحاضرة وانحنا بنقرأ عنوان هؤلاء اللي هلا ما احكيت لكم شميعا الع挑ه cortar هيا hate تم الاستقرار دائما مصطلح hopeostasis انا عم بحافظ على الاستقرار جو الجسم تمام scientists يعني فعالية الحفاظ على الاستقرار تختلف خلال فترة حياتك وانت صغير بكون عندك قدرة معينة على الحفاظ على الاستقرار بجوة جسمك لما تكبر شوي ممكن تزيد وتقوى هاد الاشيين ذاك لما تصير كبير بالعمر او يصير عندك سكري مرض ومعين سرطانات الله يعافينا ويعافو عنا كلها هاي الشغلات ممكن هي تقلل لك اياه مثلا انت عالجت لا برجع برتفع مثلا هذا الاستقرار بجسمك وهكذا اوكي تمام زي شو زي الدكتور حكى مثال انه انت مثلا كحدا شباب ممكن الجسم كل اجسامنا بتحافظ دائما انها هي تحافظ على درجة الحرارة الطبيعية اللي هي تقريبا بالعادة بتكون 36 تمام هيك اجسامنا كلياتها يعني مبرمجة خلينا اني حكي تمام هلا نفترض انت بريدت هلا احنا كشباب الجسمنا عنده قدرات هائلة يحافظ على الجسمنا عادي فبتلاقي الشباب مرات بكون دينية تلج وهم طالعين بنسكو ما عادي صاح ولا لا بس لو واحد ختيار لا والله بتلاقي لابس 15 بلوزة ليش لانه عن جد عن جد الكبار بالعمر ما بيعرفوا يحافظ على درجة حرارة جسمهم زي مثلا الشباب فقدوا مثلا او جسمهم شوي قلت عنده خلينا نحكي الاليات اللي بحافظ فيها على درجة حرارة جسمه وهذا المثال طبعا من الدكتور هو حكا اوكي تمام جميل هلا هون بصراحة عند هاد السلايد الدكتور وقف شرح فوالله انها هي محاضرة بصراحة جدا خفيفة وسهلة ولطيفة هذا الحقيقة كله ان شاء الله الدكتور اكيد رح يكملوا المحاضرة الجاي منكمل للكم اياه ان شاء الله تمام بس بشكل عام خليني احكي لكم اخر الشغلات اللي هو حكاها زي ما حكينا مصطلح الهوميوستيس ان انا بدي احافظ على كل شيء بالتكة بالجسم مرتب اموره تمام منظم وكل شيء تمام حلو طيب هذا لازم يكون بالتعاون من كل اجزاء الجسم تمام يعني تعرفوا لو بس نرجع هاي الصورة ماشي حقانا الاكل بيجيب المغذيات بدخلها الدم الرئة بتجيب الاوتو بتدخله برضو ع الدم بسير الدم كله مغذيات واوتو اموره تمام بروح بتبادلها مع الخلايا بدين بنروح بنكبها عن طريق الكليا بالبول طيب لنفترض الواحد صار عنده مشكلة ماشي بالجهاز الهضمي ماشي عنده مشكلة باي جزء من الجهاز بطل يمتص مثلا الاكل صار عنده مال ابزوربشن اللي هو مثلا ضعف امتصاص بالاكل او صار في عنده مشكلة بالجهاز الرئوي اللي والله عنده صار التهابات رئوية عنده مشكلة بالتنفس اكيد كل هذا رح يأثر على الدم وعلى المغذيات والاكسجين اللي بالدم وهذا رح يأثر بعدين عن الخلايا وبعدين رح يأثر عن الكليا وهكذا كل اشي بالجسم بنضرب بيأثر على كل جسم في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم حسب عن ذاك كان يحكي انه مثل المؤمنين في تواديهم متراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسدي بالسهر والحمى اذا اشتكى منه عضوا يعني انت اذا اشتكى منه عضوا بس بشكل عام اي شي بالجسم عن جد بتأثر او بكون فيه عن جد مشكلة كل الجسم بتأثر تمام فعشان هيك بالسلايدين اللي بقيات للدكتور ما حكاهم هم بصراحة جدا جميلات وممتعات انا نفسي اشرح لكم اياهم بس الدكتور ما اشرحهم وانا بدي هو يعني يشرحهم بدين انا اشرحهم عشان انا احكي لكم هو شو حكى عنهم بس بشكل عام فكرتهم انه بعطوكم كل سيستم او كل غرينا نحكي اه عضو بالجسم كيف له دور مهم بالله الحفاظ على الاستقرار جوه الجسم تمام فالسي في اس اللي هو جهاز القلب الريس بايرتري هو جهاز الرئة الجي اي اللي هو الجهاز الهضمي الليفر اللي هي الكبد الكدني اللي هي الكلية المسكلوسكيلتل سيستم اللي هو جهاز العضلات والعظام النيرفس سيستم اللي هي الاعصاب وهكذا رح ناخد ان شاء الله المحاضرة الجاي كل واحد من هدو ونشرح كيف هو باثر على الجسم تمام فهدول ان شاء الله رح نحكي عنهم المحاضرة الجاي لانه الدكتور ما بلش فيهم عند ولا شعبة من شعبكم بس بشكل عام تعالوا بس نقرأ شو هو حكى مقدمة لهم ورح يشرحهم ان شاء الله هو احنا كمان مع المحاضرة الجاي حكى انه فيه تكامل للحفاظ على الاستخراج والسم ومن الامثل على هذا التكامل اللي هو موضوع اللي غلوكوز خليني انا اشرح لكم اللي غلوكوز هادية اعزائي ومرض السكر كيف بصير هاد الدكتور بصراحة شرحه فانا خليني عموها هيك اشرح لكم يا جدا سهل ولطيف لكم انتو كالدكاترة هلا اهليكم بصوروا يسألوكم رسمو حالله حدا من اهلكم عنده سكري استفيدوا انتو هلا معروف انو احنا بجسننا هاي انتا تمام اه متلا الحبيت تاكل شو بسكوتة تاكلها هلا البسكوتة اكيد شو فيها كلها كاربوهايدرات الكاربوهايدرات جوه جسمك رح تمتصها انت هاي المعدة هلين نرسم هاي المعدة تمام انت دخل الكاربوهايدرات رح تتكسر لشو لغلوكوز جوه زسمك والغلوكوز هو مصدر الطاقة جوه الجسم فبصير انت هيك شو بصير الجسم يمتص لغلوكوز وين بمتصه وين بحطه اكيد رح يحطه بالدم فبنصير نمتص لغلوكوز من المعدة ونحطه بالدم تمام بعدين الغلوكوز بصير بده يروح وين على باقي خلايا الجسم فلنفترض هيبدي يكبر مثلا انا الوعاء الدموي صار في عندي هون هيك شو ويعاء دموي والوعاء الدموي زي النهر بكون حوالي الخلايا علشان هو مثلا انه هو يغذيهم تمام او هو بغذي الانترستيشيل فلود و الانترستيشيل فلود هو بغذي الخلايا معلن الفكرة انه بصير في عندي هون شو تبادل ماشي فانا لو في عندي بتدم شو حكينا في عندي هون شو الكلوكوز الكلوكوز ينزل على الانترستيشيل فلويد الي هو نفسه الاكسترا سيلولر فلويد طيب حلو الكلوكوز يصبح يوميا الكلوكوز طيب الكلوكوز يدخل على الخلية يدخل جواها كيف يدخل؟ يقول له لا يحبيبي ممنوع تدخل يقول له يجمع أنه يجمع أنه يجمع يجمع طاقة بيحكوه لها لا يجمع أن يجمع هادا معك يساعدك�도دخل فمن يجي؟ الانسولين مجد اسمعته بمادة الانسولين الانسولين بتروح عند الخلية بتخليها خاوة يدخل القولوكوز فالانسولين من أين بطلع؟ من البنكرياس البنكرياس عبارة عن قدب وبنكرياس بتطلع مادة الانسولين الانسولين تتحكي للخلايا دخلوا للغلوكوز وانتوا ساكتين تمام فهيك الغلوكوز بدخل جوا الخليب هو للطاقة تخيلوا كيف فهذا الاشي تطلع كيف صار تكامل بكل الجسم انه انت اول اشي بايدك مسكت البسكوت ودخلتها على الجسم بعدين دخلت على الجهاز الهضمي من تمك للمريق للمعدة للامعاء الدقيقة والغريضة وهيك احنا متصينا الغلوكوز ودخلنا على الدم مشي بالدم يعني ها صار فين دي تكامل بين المعدة والدم امتصاص بعدين مشي الجلوكوز بالدم صار فين دي تبادل المواد مع بين الدم والاكستر سيلور فلويد وبعدين الجلوكوز صار بالاكستر سيلور فلويد وعشان يدخل على الخلايا الجسلين خاص نص من البن كرياسي دخل للمجلوكوز هاي العملية بتصعير كل يوم بجسمك وانت بتوكل ارز وانت بتوكل نشويات وانت بتوكل شكولاتة وانت بأكل شي بس كلها بتصير طبع انت ما بتحس فيها بس شوفوا التكامل سبحان الله مرضى السكري وين بتكون عندهم المشكلة انه الانسولين مش موجود عندهم او البنكرياس ضارب عندهم تمام فلهيكا الغلوكوز ما بدخل الخلايا فبصير عندهم سكري يعني زيادة غلوكوز وين بالدم ليه لانه الغلوكوز يا اعزائي هون رح يصير عند هدول الناس ما الخلايا كلها ما بترضى الدخله لانه ما فيه انسولين تمام فلهيكا بصير شو اوكي سوري لهيكا شو رح يصير انه الغلوكوز رح يصير يتراكم بالدم على الفاضي هيك لا شغله ولا عملي ولا بدخل الخلايا ولا اشي فبصير كثير كثير يزيد بالدم وزيادته بالدم بتعمل بلاوي عند الانسان وان شاء الله رح تاخده اكيد عن مرض السكري بسنية تانية بالبعثة اوكي فبس شوفوا كيف انه بس هيكا عدم التنصيق او غياب بس نتفت الانسولين من البنكرياس ممكن يعمل للمريض دي ام اللي هو مرض السكري وما ادراكم ما هو مرض السكري والله بنشوفهم بالمريض المستشفيات بيكونوا بحسن تمام فبس عشان شو عشان نتفت الانسولين ما طلع من البنكرياس طبعا اكيد شو علاج مرض السكري انه بنعطي المرضى ابر انسولين زي ما انا كاتبي هون ابر انسولين بنعطيهم ابر انسولين بدل الانسولين اللي ما طلع من البنكرياس فبصير ابر الانسولين تساعد الكروكوز ويدخل الخلايا تمام اه مش موضوعنا يعني اكيد مرض السكرية بس بصراحة الدكتور حكى هاد المثال كامل حكى مثال على التكامل في اداء الوظيفة في الجسم عندما تأكل الكاربوهايدرات فالجهاز الهضمى من المريء والفم والمعدة والامعاء يساعدون بتكسيرها اللي هي يساعدون يعني بتكسير الكاربوهايدرات لشوء لغلوكوز وعن طريق الدم طبعا هي هيك رح تدخل بعدين الدم رح ينتقل لغلوكوز لكل اجزاء وخلال الجسم ولا يستطيع الدخول الا من خلال الانسولين اللي من اين بطلع من البنكرياس واذا صار المريض عنده سكري معناها فش عنده انسولين بيطلع من البنكرياس فبصير في عنده مرض الديابيت اسم اليتس اللي هو مرض السكري وبنعالجه بابر انسولين وهكذا تمام هذا مثال عالتناغم والهيميو الساسس ووضع الاستقرار بالجسم كيف انه اذا خرب بصير عند المريض امرض برضو كمان حكي مثال في عنا انه احنا عشان نحافظ على درجة حرارة جسمنا في عنا منطقة بالدماغ خلينا اوليكم اياها هاي ها طلب معاي هاي الدماغ تمام فيه انه هون المنطقة هاي شو اسمها هايبوثالماس هلا هاي هاي الهايبوثلماس هي اللي بتحسه ميزان الحرارة بالجسم باختصار تمام هلا اذا الانسان كان عنده انخفاض او ارتفاع ضدرجة حرارة جسمه الهايبوثلماس هي اللي بتحس owns 2003 اوامر من الدماغ لكثير شغلات الاجسم انها لا تكون نعمل تمام فهاي هي هي هاي بوثلموس اذا قالت لكم هي بتعمل كثير شغلات بالجسم من ضمنهم انها هي ميزان الحرارة بتكون بالجسم بежд هاي بوثلموس وماما بس تحس حرارة غريبة بالجسم سواء كانت مرتفعة أو منخفضة بتصير تعطي أوامر لشغلات معينة بالجسم زي ما هلأ رح أوريكم فهيو طلعوا كيف الحفاظ على درجة حرارة الجسم يوجد تعاون كبير في الجسم في البداية يوجد مستقبلات خاصة في الجسم مسؤولة عن الشعور بهذه الحرارة وهي موجودة بمنطقة بالدماغ اسمها الهربوثالماس زي ما أوريتكم إياها هلأ وهذه المنطقة رح تصير ترسل أوامر للقلب إنه يزيد ضخ الدم لماذا يزيد ضخ الدم؟ عشان يوصل الدم أكتر للشفائرات الدموية الموجودة وين عند الجلد بيعطون مش أمراض هون قصدي أنا أوامر تمام؟ بالغلط طلعت أمراض بس يعطون أوامر للجلد عشان يوسل أوعي الدموية الموجودة هنا والقلب بصير كتير يضخ دم عشان كتير يوصل دم لعند الجلد فبصير الجلد يوصل كتير دم والحرارة دايما بتكون موجودة بالدم فبتصير الحرارة عن طريق الجلد تطلع من الجسم تمام؟ فالقلب بيصير يضخ دم لبرا لا مش لبرا الجسم اكيد بيصير كثير يضخ دم وضخ الدم الكثير بيزيد مثلا وصول الدم للجلد فبيصير الجلد برضو كمان هو يتعاون مع الجسم ويزيد توسيع الاوعي الدموية هنا وهذا الشي بيزاعد خروج الحرارة عن طريق الجلد تمام وبرضو كمان هاي الهايبوثلمس بتروح بتعطي اوامر للغدد العرقية انه يزيد افراس العرق وهيك بنصير نتخلص برضو كمان من الحرارة وبرضو ممكن بعديها الانسان خلص هيك مخوي يحكي له انه انت درجة حرارتك مرتفعة انت شوبان انت كيف ارتفع منه شوبان مخك او جسمك هو بيحكي لك انه انت شوبان صح ولا لا يعني انت عمرك فكرت فيها انا كيف محسيني شوبان الهايبوثلمس بتحس انك شوبان بتروح بترسل دماغك بتحكي لك انت شوبان روح مثلا البس نوسكم بدل من انت لابسكم روح خد شور ليش مخك بساعدك انك انت نفسك تروح تتحرك تساعده يحافظ على درجة حرارتك صح ولا لا فبتروح انت بتاخد شوار بتشغل المروحة بتعمل اي طريقة حواليك انه انت تساعد جسمك انه يحافظ على درجة حرارتك تمام فكلها هاي الطرق كانت والله هي علشان انت تحافظ على درجة حرارتك تمام فبس هنا الفكرة كان انه فيه تناقب الجسم هذه هي الفكرة النهائية لابدنا نطلع منها تمام هلا باقي السلايدات وباقي الشغل ان شاء الله بس دكتور يشرحلكم اياها بنفرغلكم اياها وبنشرحه احسن شرح ان شاء الله كمان بناء انا عحكي وامثلتي الدكتور اكيد يعطيكم الف عافية كل تفيق ان شاء الله فيه هلا خليني احكيلكم المفاجئة اللي كنت احكيلكم اياها انه بصراحة اول محاضرة حبيت هيك اعيش معكم بجو واهديكم اياها هيك هدية بصراحة لكم انا ما رح ادرسكم فيسيولوجي رح ادرسكم فيسيولوجي بصراحة دكتور من الهاشمية دكتور حازم دكتور حازم طبعا طبيب امتياز ما شاء الله تخرج العام من اشطر الناس ما شاء الله عليه بالشرح حدا كثير متميز بالفيسيولوجي شرحه جدا جميل ان شاء الله هو اللي رح يكمل معكم بالمادة بس اكيد شرحه جدا صفاح واكيد كمان احسن من شرحي انا كمان فرح يكمله معكم ان شاء الله من المحاضرة التانية نفس الشغلي نفس التطريق نفس الشرح ان شاء الله اي اش بدكم اياها انا موجودة يعطيكم الف عافية السلام عليكم